وفي الجهة المقابلة استبعد النائب السابق عدنان الدنبوس على قلات التيار الصدري لعمل مجالس المحافظات مضيفة أن الأمور سوف تمضي إلا في حالة حدوث شيء ما وتحرك الشارع العراقية أو من خلال طلاب زعيم التيار مقتدى الصدر بالتدخل ومن جانب حذر سعد المطلب عضو اتلاف دولة القانون من تكرار تجربة مقاطعة المكون السني لانتخابة 2005 وما نجمع عنها من خلل كبير بتوازن التمثيل في مؤسسات الدولة وأدى إلى الإحساس بالظلم والتهميش والاستبعاد ونتج عنه مشاكل كثيرة وعبر عن خشيته من حدوث الأمر نفسه مع المكون الشيعي إذ أن غيابه أو حثه على عدم الانتخاب سيؤدي إلى خلل بالتمثيل السياسي والاجتماعي والمذهبية وستكون له تبعات كثيرة في عمليات الإصلاح اشتركوا في القناة